موسيقى البعض يدعي والبعض يكذب آخر ينكر وآخر يستنكر ويبقى الإيمان عائم على جدالاتنا مريم العذراء هي أم الله وأمنا جميعا وإنكار أدنى تفصيل ودمجه بالأساطير والسحر هو نوع من الهرطقة وحتما هيدا مساس بالعقيدة والإيمان المسيحي حلقة جديدة من طوبة لمن آمنة بتنطلق معكم على سورة تيفي أهلا بكم موسيقى بحلقتنا اليوم من طوبة لمن آمنة رح نناقش مسئلة الشك ببتولية إمنا مريم العذراء والشك بأنه هي أم الله والبعض عم بربط هذا الموضوع بأساطير وأكيد حلقتنا رح تكون مع نيافة الحبر الجليل ماري عقوب باباوي أنا يبقى البطريار كيلي شؤون الرهبان ومدير الكليركية مار أفرام السرياني اللاهوتية بمعرض سيدنا يا بارخ مور سيدنا سيدنا يعني دائما دائما هاي صرنا قاطعين فترة من البرنامج وعم نشوف دائما أنه غير المؤمن والأول ملحد أول مشكك دائما بيربط قصة حياة يسوع المسيح وحتى تحديدا اليوم ميلاده بأساطير اليوم شو مصلحته يعني شو غايته شو بدي يوصل أولا طبعا دائما اللي عنده فكر العالمي دائما يحاول أن يشكك بكل شيء ممكن الناس تؤمن به طبعا ما نسهل الإنسان عندما يسلم بأشياء يمكن منحقه في بعض الأحيان الإنسان اللي بعيد عن الإيمان منحقه أن يتساءل ويضع علامات استفام على بعض الأحداث اللي تصير بكتابة المقدس وعلى بعض القصص اللي بيسمعها من هنا وهناك فطبيعي الإنسان اللي بعيد عن الإيمان يحاول أن في بعض الأحيان قد يكون البحث مالده يكون إيجابي أنه يبحث لحتى يصل للحقيقة وتساؤلاته تكون من أجل تثبيت مفاهيمه حتى يصير بالإيمان ويؤمن بشكل عقلاني بالبداية وبعدين عندما يدخل إلى الإيمان ذاك الوقت يبقى يتعمق روحيا فلهذا بيحاول كل واحد مالو خبرة مع الإيمان يحاول دائما يضع علامات شك على بعض الأشياء ولسيما أن العذراء تلت يعني في بعض العلماء البايولوجيين رادوا يعني اللي كانوا يشتغلوا بعلم الحياة يرادوا يبرهنوا عكس ما جاء به كتاب المقدس اللي هو ولادة العذراء في شلون رادوا يبرهنوا هما دوروا يدرسون الكائنات الحية كلها فقالوا في شيء اسمه تكاثر العذري فبدأوا يبحثوا تأكدوا أن التكاثر العذري موجود فقط في النبات وموجود فقط في الحيوان في الإنسان غير موجود فبعد بحث طويل جدا تأكدوا أنه ما في شيء اسمه تكاثر العذري بالإنسان لازم يكون هناك رجل وإمرأة حتى تم الولادة فهذا الموضوع تعرف هذا الموضوع بيعمل شوي نوع من التساؤل ويثير جدل أنه شلون نولد وشلون هي بقية عذراء فمن هيك يصير في تشكيك بهالأمور يحاول أن يربط هالأمور كلها هالتشكيك هذا يربطه بالأمور العقلانية ويظل يحكي على الإيمان بشكل عقلي لكن الإيمان هو أبعد من الأمور العقلانية لأنه يعني يجيب مثل بصير عندما أنت تنظر بعيونك المجردة إلى شيء بعيد تحاول تقربه بمنظار حتى على عيونك منظار حتى يتقرب هذا الشيء تتعرف عليه بصورة أكثر وضوحا الإيمان هو بمثابة هذا المنظر للأشياء تشوف أشياء ما بشوف أينك المجردة تشوف أشياء وتمس بإيمانك ما بيمس عقلك لسه يعني ما عم يقدر يستوعبها مثلا على سبيل المثال شخص يموت أربعة أيام ليس لهم بعدين يقوموا المسيح يعني إذا تيجي تحكي بالعلم يقول لك ما في واحد بعد أربعة أيام الخلايا ماتت وكذا وبلس تريحت وتطلع أنه ترجع عطية الخلايا نفسها صحيح فيكون كل هاي المواضيع إذا ما في إيمانك كيد راح تكون مؤثرة مؤثرة وتكون عثرة بالنسبة لبعض الناس إذا ما أمنوا وطبعا هي هاي تبلش الأسئلة التي تعثر الآخرين وربنا قال وإن ولي من تأتي به من الآثارات صحيح ولكن سيدنا اليوم في عالم تجي بتحلل يعني بتلك أنا بدي أجيك بحجاج من الكتاب المقدس إذا أنت عم بتقلي أنه اليوم إمنا مريم العذرة هي حبلت وبقيت عذراء ولدت وبقيت عذراء فأنا راح أجيك من الكتاب المقدس بيقلك الكتاب المقدس بعهد القديم لم يذكر كلمة عذراء ولا مرة فكلمة ألمة والتي تترجم لفتاة فقط بنبوءة الشعية تم ترجمتها إلى عذراء ها هي العذراء تحبل وترد ابنا بينما إذا نظرنا بسفر الأمثال صحة 30 الآية 19 طريق نسر في السماوات وطريق حية على صخر وطريق سفينة في قلب البحر وطريق رجل بفتاة كلمة ألمة هنا ترجمت لفتاة وما ترجمت لعذراء أن هذا الموضوع يعني لازم واحد يفهم أيضا بوحدته المتكاملة الأول إذا فرضنا جدا أنه هي كلمة فتاة وليس كلمة عذراء نفرض هيك يعني كلمة عذراء أو كلمة فتاة تدل على أنه هي مش امرأة هي فتاة والفتاة بتعبيرنا حتى العربي ما بضرورة ما بضرورة يعني بالعكس يمكن تنوه إلى أنه هي امرأة عفان عذراء أكثر مما هي هي متزوجة نحن نطلق على المرأة المتزوجة مرأة أو سيدة في بعض الأحيان وإن كان في بعض الأحيان حتى في الكتاب المقدس عندما يطلق على كلمة امرأة لأنها أخذت من أمرأة يعني هي امرأة حتى وإن كانت عذراء تطلق عليها امرأة أما إذا لدينا نحدد على عبارة إلى هالعبارات التي ذكرتها وخاصة عبارة إشعياء أنا كل واحد قبل الحلقات السابقة حكينا على أن التقليد هو أيضا شيء أساسي بحياة الكنيسة شيء أساسي تقليد هو سطة الكنيسة أيضا والتقليد أنا قلت في البداية أيضا بداية الحلقات الماضية قلت أن الكتاب المقدس هناك تقليد مكتوب التي هي هذه الكتب الموجودة بين إيدينا وهناك تقليد شفهي وثنة بنفس المقام من القيمة ولكن عندما نحكي على موضوع العذراء تذكر بالتقليد كان يسيب يحكي على عندما صارت التجزمة السبعينية التقليد كان يسيب يقول سمعوني الشيخ كان أحد المترجمين وإذا كان سمعاني الشيخ أحد المترجمين وغير العبارة إلى فتاة لا إلى عذراء أو إلى امرأة لا إلى فتاة أو إلى عذراء والروح القدس قل له ما راح تموت حتى تشوف تحقيق هذه النبوءة اللي هي نبوءة أن العذراء التحبل وثلت طبعاً حتى هذه النبوءة بس بعد شوية منحكي عليها أنه كأنما يشعيع عم يحكي عن شي صار يعني كأنما كشيك يشوفه بعيونه وصار العذراء حبلت وكذا والروح القدس خلا عايش حتى فقط لأنه ممكن كان يفكر يعني يفكر أنه يشكك للبضع يعني للثانية واحدة قل له راح أنت تشوف بعينك وبعدين راح تموت لهذا كلنا نعرف أنه سمعان الشيخ شو العبارة اللي كان لازم يقولها قد ما شاف المسيح وخلص العالم من الولد من العذراء قال أبنايا قد بصرتها خلاصك أطلق عبدك خلاص انتهى يعني كأنما في شي من التقريد الكنسي مثل ما قلت بمقام الكتاب المقدس يحكي عن العذراء عن هذه العذراء وطبعا يعني احنا ما بدنا بس كمان ناخد آيات معينة فقط حسب معرفة بعض الناس فيها يمكن شافوها بالتصفح يمكن شافوها بسمعوها من شخص آخر يجادل في آيات كثيرة تنوه في كتاب المقدس عن عذراوية العذراء على سبيل المثال يقول في التكوين قل وأجعل عذاوة بينك وبين المرأة عم يحكي مع الحية عندما أخطأ ما يعني تسببت بخطأ البشرية وبين نسلك ونسلها فهو يسحق راسك وأنت ترسدين عقبهم جميع الآباء عندما يقول يعني جميع الآباء المفسرين معظمهم حتى لا نكون نحنا نقول نطلق نزمة مو دقيقة مئة بالمئة معظم الآباء يقولون أنه هذه الآية اللي نسل المرأة نسلكي نسل المرأة من علماء اللاوة المعاصرين شرح كتاب المقدس ترمز إلى عذراوية العذراء لازم نقول نحنا نسل نسل مين لازم نسل الرجل نقول ما نقول نسل المرأة نقول نسل الرجل وليس نسل المرأة بالطبيعي يعني لكن هون يشير إلى نسل نسل المرأة يحكي فهون أيضا إشارة إلى عذراوية العذراء مريم بأن هذا الشخص رح يجي من مريم العذراء بدون الرجل أيضا وقد سمي أيضا من بعض الآباء هذا النص أيضا سمي أيضا كأنه هو تلخيص للعهد الجديد لأنه كله يحكي عن ولادة مخلص العهد الجديد وسحق الشيطان والموت والانتصار عليه السيد نحن بدي نوع على نقطة نحن بإنجيل متى ببدايته النسل يخرج منه يسوع المسيح ينسب إلى يوسف نعم نعم هذه نقطة كمان مهمة ليش نحن نقول نسل حية نحن نقول لنسل المرأة نقول بالعهد القديم هيك واجينا على العهد الجديد صار منسوب ليوسف نعم كلام جميل طبعا هذا السؤال لازم كنا نفكر فيه حتى المجتهد أيضا يفتهم بشكل صحيح اللي رح يجي اليوم يعاتب إذا دور بالتاريخ على الرب يسوع رح يشوف أنه هو ابن يوسف رح يكون شوفه بالسجلات وكتتبات على اسم يوسف لكن الحقيقة هو ابن يوسف بالطبيق بالشريعة لأن هذه البنوة ليوسف أو الانتسابه ليوسف بالشريعة خلينا نقول السبب الرئيسي بعدم رجم العذراء مريم واعتبارها عشب النزانية لأنه العذراء لم تكتتب على يوسف فرح تكون هي حبلة بدون زواج وحبلة بدون زواج هذا يقع في قانون اليهودي والشريعة اليهودية شريعة موسى أنه هاي لازم تجرم تعتبر جرم ورح ترجم فيما بعد وتقتل لأنه هي زانية ولكن بالشريعة لازم يكتتب لا أسم من هو هذا الشخص حتى يعود بالنسل معروف يعود بالنسل أنه هذا فعلا من اليهود فلهذا كان لازم يكتب أنه بالشريعة هو ابن يوسف ولكن بالطبيعة هو ابن الله يعني بالحقيقة هو ابن الله لأنه أشقل للملاك يقول له أنه أنت ما راح يمسكي رجل يقول له أنا ما بعرف رجل قل له هذا راح يكون من الله أنا لست أعرف رجلا كيف يكون هذا تساؤل طبيعي تساؤل طبيعي من أي شخص يتساءل أنه هي راح تكون حاملة طبعا طبعا بهالجانب طبعا نثني على يوسف وبر هذا الشخص العظيم يوسف شخص عظيم أنه هو غير ما لمس العدرة وبنفس الوقت هي حامل وهي مكتوبة على اسمه فيه ويسيبها ليش؟ يعني أنه بيعرف ومتأكد أنه هو ما لمس العدرة لكن ربنا ما بيخلي بيه المجال لنبل أخلاقه لبره يظهر الملاك بالرب يقول لا تخاف أن تأخذ هذه يعني مريم امرأتك لأن الذي فيها شائعه هو وتسمينه يسوع وكذا لأنه راح يخلط شعبه فإذا طبيعي واحد يجي تساءل أنه هو بالشريعة ابن يوسف ولكن بالطبيعة هو ابن الله طب سيدنا راح نتابع نحن بالترجمة بالترجمة اليونانية يعني للكتاب المقدس أنا راح للترجمة السبعينية هلأ يلي إلي على استخد مكلمة بارفينة أو بارفينوس كمان وهي تاني فتاة كما ترجمت بأغلب الأوات ولكن بسفر التكوين إصح 34 وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولطف الفتاة أيضا هون جيت بكلمة فتاة يعني كلمة عذراء كما كتبت بالترجمة العربية اليوم هي العذراء تحبل وتلد يعني ما موجودة بالعهد القديم إذا جيت تقرأ باللغة الأصلية السبعينية الترجمة السبعينية اللي يسموها باللغة العلم اللغة الزوميكوتا اللغة اليونانية تقول برثينا ما بتقول برثينا وأنا قلت لك قبل شوية طبعا العبارة هي برثينا وقلت لك أنا تأكيدا لهذا الشي هو اعتراض سمعان الشيخ قبل المسيح بمئتين وسبعين وثمانين سنة وقال بيدك الفترة اللي صارت الترجمة السبعينية مئتين وسبعين قبل الميلاد بعهد بطليموس تأكد أنه هو نفس هالفكر البشري اللي عندنا إحنا شلون العذراء راح تحبل أكيد لازم تكون فتاة أو إمرأة مثلا فأراضي يغير وروح القدس أمره أن تبقى مثل ما هي وراح هو طبعا التقليد يقول أنه هو يكتبها لكن شافها بعد بيوم الكلمة تغيرت تحولت إلى هذا أوكي نحن نكون نؤمن بهالشي بس بنفس الوقت نكون واقعين أكثر صحيح أنه بقاءه بغض النظر عن غير الكلمة أو بقت لا زالت بقاءه وتأكيد على أنه هي الكلمة برثينا وهذه كانت التجمة السبعينية كانت تجمتها برثينا وإذا تقرأ بالمراجع اليونانية القديمة تشوفها بالمخطوطات برثينا كلمة برثينا برثينا هالموضوع كثير يهم صحيح في الكتابات القديمة بالطبعات اللي سموها اليونانية القديمة يعني تبعات سبعينية في ترجمات مأخوذة مننا باللغة اليونانية تكتب برثينا لا تكتب ألم أكيد سيدنا نحن نتابع بحوارنا وفي كتير من المحاور إذا رح تناقش فيها ونتجه للأساطير ولكن بعد ما نتوقف معكم مشاهدين مع بريك ونتابع موسيقى طوبة اللي من أمنا بيتابع معكم على شاشتنا سوبرو تيفي ومن بعد البريك مع نيافد الحبر الجليل ماري عقوب باباوي سيدنا قبل البريك كنا عم نحكي شوي عن الترجمات المرتبطة بكتابنا المقدس وكيف البعض بيدعي أنه كلمة ألمة مثل ما شفنا أو بارثينا إن شاء الله كنا عم بلفصة صح إنه هيدول الكلمات هنن ما بيمثلوا إنه تكون عذراء أو الترجمة تعني عذراء ولكن حضرتك أثبت بالدليل إنه الترجمة تعني العذراء نحن رحنت للأسطورة اليوم سيدنا كتير من الأشخاص بيربطوا أيضا الأساطير بولادة سيدنا يسوع المسيح وعلى سبيل المثال نبي زرداشت اللي هو جاء قبل المسيحية بفترة منيحة يعني وأيضا ولد من عذراء وهي دوك دوفا اسمه والدته والتي حابلت به بعد أن ضربها شو عضوا أرسلوا الإله أروها مازدا والمسيحية اقتبست هذه الفكرة كما يقال إنه من هذه القصة والكثير من القصص التانية الكنيسة كيف ممكن تنظر لهذا الموضوع نعم ببداية الكلام أيضا طرقنا على هذا الموضوع والحلقات السابقة أيضا طرقنا على أن الأسطورة دائما تقدم فكرة معينة وهذه الفكرة طبعا هي من نفس خيال الناس ممكن يكون قديم ممكن يكون شاعر ممكن يكون كاتب اليوم إحنا في الأدب اللي إحنا نقرأ في بعض الأحيان روايات بعض الأشخاص هناك روايات هي من فكرة الكاتب روايات من فكرة الكاتب بس شو اللي بيعطي معطيات لهذه الروايات كلها أنه كل المواد اللي يستخدمها الراوي كل المواد اللي يستخدمها الراوي تكون موجودة متاحة فلهذا يقوم هو ينسج بخياله ينسج بخياله الواسع بهال موهبة اللي عنده أنه يعمل رواية تخلي الشخص أو المستمع يتفنى فيها وهو فن هذا فن أيضا يعني واحد كاتب وإنسان فعلا الأديب والشاعر وغيره هو فن مثل ما الرسام عنده رؤية خاصة برسامته مثل ما بالرسم تبعه ومثل ما التشكيلي بيعمل تنثال معين أو نصب معين هو يعني إله شيء بهالشكل وطبعا أنت نوهت عن الزرادشتية بس فيها أكثر من أسطورة يعني إلى علاقة هالمثلوجيات إلى علاقة بميلاد المسيح أو بولادة العدراء خلي نقول بولادة المسيح من العدراء أو حبل العدراء يمكن الزرادشتية نستفيد من هذا الشيء عندما صارت ترجمة السبعينية وترجمة السبعينية أتاحت للكل شو هي رسالة الله خلي نقول خلاصية أو تاريخ هذا التاريخ لهذا الشعب الخلاصي الذي صار مكشوف لك البشر ومن ضمنا من الشرق المجوسة اليوم التي يجوا حتى يزجد إلى المسيح يجوا من الشرق أنه كانوا من إيران وهذه العبادة كانت منتشرة بها ذاك الوقت بها ذاك المكان وإلى اليوم تطلق عليهم زرادشتية فهذول الناس اللي تعرفوا اللي كانوا باحثين واللي كانوا فلكيين واللي كانوا يقال عنهم في الترجمات أيضا كانوا ملوك ناس أغنياء جدا وهذول أخذوا أعتقد وقلت لك أن صياغة أي فكرة اليوم تحتاج إلى مادة حتى تصيغة يكون عندك مواد كثيرة وأنت تجي تصيغ لكن بخيالك أنت تجي تكتب اللي بتحسه اللي يكون قريب على الإنسان وشلو أنت اللي تتصوره كشخص ككاتب وفكرك الواس على هذا الشيء فممكن أيضا تكون هذه الأزاطير يعني ما أخذى وإن كان سبقت المسيح بـ 300 سنة وأكثر لكن الترجمة صارت بهذه الفترة صار في فكرة أنه فعلا في إله رح يولت من عذراء رح يكون في إله رح يولت من عذراء أنا كده أقول هذا الشكل حتى أقرب الفكرة أكثر قلت ماذا ما كانت هذه الأسطورة اللي هو قيلت يعني ربنا اليوم بمعرفته السابقة جارة في الأحداث ليس يقول مثلا لما جاء من الزمان صار الوقت المناسب اللي رح تفهم البشرية من كثر القصص اللي فهمانا عنا بأنه ممكن يكونك ولادة للعذراء أو بشكل معين وكذا لكن بالمسيحية تبلورت هالفكرة لأنه هي حقيقة حدثت هالحقيقة ما تحققت فقط لأنه الناس بلا شو يعرفوها لا فيه تنويه بالعهد القديم مثل اللي ذكرته قبل شوية على أنه اللي رح يسحق رأس الحية هو الإمرأة أو نسل المرأة عفوا فنسل المرأة مثل ما قلت قبل شوية ما ممكن يكون نسل الرجل لازم يكون نسل المرأة إذن هذا التنويه عن عذراء فإذن بأكثر من ألفين سنة بأكثر من ألفين سنة فيه فكرة أنه اللي رح يجي رح يكون رح يولد من العذراء ورح يسحق نسل المرأة فلما تهيئت فكرة البشرية كله فكرة البشرية نضج حتى يفهم هذه الفكرة بشكله الواضح بشكله اللي صار في العهد الجديد هذك الوقت صارت هذه القصة أو هذا الحدث خلينا نكون أكثر دقيقين حدث حقيقي أنه فعلا العذراء حبلته جابت ابن وهذا الابن هو المخلص فكرة كل المثلوجيات كانت على أنه هذا الابن رح يكون بها شكل ورح يولد من امرأة فقط إذن فكرة هاي موجودة والفكرة موجودة كتابية قلت نوى الكتاب المقدس في العهد القديم على فكرة أنه رح يولد شخص بهذا الشكل لهذا هذول اللي تعرفوا على هذه الأفكار واللي هما أصلا فلكيين وباحثيين يحاولوا أن يتبعوا شو ولادة هالشخص العجيب جدا اللي رح يجوه وسجدوا لألو أكيد وصلوا متأخرين لكن هم فعلا وصلوا وسجدوا لألو انتشرت أيضا لدى المصريين القدامى بأقدم العصور فكرة تقول أن روحا ينحدر من العلاء نفس الفكرة وينفذ إلى غصن غصن شجرة فيجعل آلهة الإلهة العذراء مثمرة ويضع في حشاها مخلص العالم نفس الفكرة فكرة أنه يجي واحد يسحق الشيطان هذا الشخص بمثابة مخلص قلته ليش هو مختصر للعهد الجديد لأنه هذه العبارة هي تختصر للعهد الجديد أنه الهدف كله من مجيء ربي يسوع المسيح أن يسحق رأس الحية ويحقق الخلاص وهذه الأفكار قلت موجودة في المثالوجيا السابقة أيضا اليونانيين كان يعتقدون أن الإله جوبتير سوف يضع جوبتير سامونو سوف يضع يوما يده بلطف على جبين عذراء وإنها بهذه الملامسة الإلهية اللطيفة تصبح أما وتلت يعني هالأفكار قلت فيها موجودة بس يمكن أكثر أكثر نكون واقعيين قد ما يقول ربنا عندما يقول صار ملء الزمان لا يجي الإبن الملود من من إمرأة ومن عذراء وكذا هذا يعني أنه هذا كل ما حدث إذن وكل ما أتيح فيه في الماضي لحتى هالفكرة ربنا بمعرفته السابقة صارت تقريبا شبه مفهومة عند الناس نحكي اليونانية قد صارت اللغة اليونانية والهلينية ثقافة نفرضوية بذلك المكان معناتها كلها تعرفوا عليها والشعب أيضا مر بالثقافة المصرية عرفت شلون؟ والشعب كان موجود بالشرق مر بالثقافة الزردشتية فإذن هذه الأحداث كلها تريد نهيئ فكرة الإنسان لهاليوم إذن ما ربنا بسابق معرفته يعرف أنه سيتهيئ فكرة الإنسان بهالشكل صار الوقت إذن أن يتجسد الكلمة من العذراء مريم فهذا أبدا موشي يعني قلت بالعكس يعني هالأحداث كلها هي مسح أو خلي نقول تأكيد لأنه فكرة الإنسان بلش ينضج وفعلا صار قريب شو ربنا يخلق الإنسان على صورته حتى يكون قريب منه صار فعلا قريب من فكرة الله بأنه الإنسان بحاجة إلى خلاص وهذا الخلاص له شوي يعني طريقة خاصة خلي نقول مع أنه بالعاد القديم كان ينوه عليه كان خلاص من خطر خلاص من مشكلة خلاص من مرض لكن راحت الرسالة إلى تفهم الإنسان أنه هاي الأشياء كلها يخلص من الإنسان ولكن الخلاص الحقيقي هو من الخطيئ طيب سيدنا من خلال إضاءتنا على هالأساطير أنا راح أرجع لكتابنا المقدس نرجع نستمد ونتابع بعض الآيات يلي بدل على أنه العذراء هي التي حبلت بيسوع المسيح وولدت وبقيت عذراء في عدنا أيضا في الكلام اللي قالوا ربنا يقول لها أن العذراء تحبل وتلد وتسمى منه وقد جاء وقد كتب يعني أكد القديس متى هذه الآية إشارة واضحة للعذراء المجيدة التي يشير إلى الملاك يبشر بها الملاك يقول جبرائيل بالحبل الإلهي قد ما يقل له أنه أنت ما بتعرفي رجل أكيد أنت راح تتحبلي من من الروح القدس والقوة العليد وضلوا لك والمولود منك يدعى قدوس الله في إشارة وهذه النصوص كلها حتى في داود النبي يقول نورد النصوص وبعدها نحكي علىه يقول في مزمور 131 العدد الثامن يقول قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك وبعدين يقول في مزمور آخر يقول كل مجد ابنة الملك في الداخل قامت الملكة عن يمينك مرتدية بأثواب وأشاة بالذهب كل مجد ابنة الملك في الداخل تحضر إلى الملك في إثرها العذارة والمخلصات لها ليحضرنها إليك هذا هو الحفل اللي خلي نقول هذا المنظر العظيم اللي عم نصوره داود النبي للعذراء مريم اللي هي أكيد يعني هالموضوع له علاقة بقسية هذه الإنسانة اللي راح تكون هي والدة والدة الله التعبير اللي قبل شوية أنت ذكرت أنه بالبداية أكو كمان كلام عليه وفي سفر رؤية يقول يرى العذراء يرى العذراء بهذا الشكل أيضا يقول وظهرت في السماعة عظيمة امرأة ملتحفة بالشمس وتحت قدميها القمر وعلى رأسها إكليل يعني ويقول أيضا بعدين يقول واثني عشر كوكبا وهي حبلة تصيح وتتمخذ العذراء امرأة يصوره هو بالشكل هذا ويقول أنه هي بهذا بهذا الشكل أنه راح يكون تحت الشمس تحت قدميها والقمر على رأسها كأنها مأكليل واثناعش واثناعش كوكب على رأسها إذن كل هذه الآيات كل هذه الآيات هي تنوه عن العذراء مريم وما نكتفي بهذا الشيء أيضا في بعض الحقائق اللي وردت بالتاريخ تضاف إلى ما ورد في الكتاب المقدس من إشارات موجودة عند القدمة وهي طبعا مثل ما قلت ممكن تكون هي يعني واحد ياخذ من الثاني من الإشارات اللي كانت موجودة بالأساطير يعني يكون وعد للمخلص تناقلت هالفكرة أنه في وعد للمخلص وهذا المخلص راح يكون بشكل آدم الأول والآباء فيما بعد كتبوا وحتى رسول بولوس العهد الجديد يحكي عن آدم الثاني اللي هو المسيح يقول أنه في بلاد ما بين النهرين كانت مهد البشرية فلما تفرق الناس حملوا معهم إلى بلادهم جديدة لوطان اللي هم كانوا عايشين فيها طبعا نحن ممكن نحكي على كلهم يعني أي واحد ممكن تقول أعيش في مكان معين حامل عادات معينة يحمل إلى موطن آخر إلى مكان آخر اللي هو راح يستوطنه الإنسان اليوم هم بيروح بيودي ثقافته وبيتأثر بالثقافة اللي أيضا هو راح يعيش في في المكان اللي راح ييشه ذلك الأمل اللي هو بوجود مخلص وراح يجي هذا المخلص حتى يخلص البشرية وعند اليهود كان أيضا واضح جدا لأنه الكتاب عم تنوه عنه لكن مثل ما قلت اختلفت هالفكرة فكرة الخلاص واحد بيفكر أنه هو راح يخلصه من عبودية معينة مثلا بالنسبة اليهود عبودية الروماني يتسلطون على العالم مثل ما كان بفترات كثيرة عشو بحياتهم كانوا يتسلط عليهم عدو وبعدين ربنا يبعث لهم واحد يخلصهم وبلشتها الفكرة تتبلور أكثر عندهم لكن الإيمان المطلق صار بأنه فيه هناك مخلص راح يجي وهذا المخلص اللي راح يجي راح يكون شخص مميز هلأ أنا يعني بدي أرجع إلى نقطة العذراء تحبل يعني فيه قول كل جميل يحكي عنه يحن فهم الذهب خريسوس توماس يعني خريسوس توماس يعني يحكي على العذراء تحبل وتلد ابنا طبعا هو عم يعمل تصوير تخيل يتخيل شلون هالعذراء تحبل وإلى علاقة بكتاب المقدس لأنه عم يستخدم آية شعياء النبي إنه ها أن العذراء ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها أن العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل مثل ما قلنا الله معنا أو إلهنا معنا فيقول هو يقول هالأذراء تحبل تحبل هذه النبوءة هي للمجمع يعني هذه النبوءة هي لليهود خلينا نقول للناس اللي هما راح يكونوا مؤتمنين على هذه الرسالة واللي هما كانوا أهل المجمع أما تحقيق هذه النبوءة فقد صار مراثة للكنيسة يعني هي النبوءة كانت لألم بس هني ما آمنوا فيها لكن بالنسبة لأن هي يقول يوحن فام ذهب يقول قد صار مراثة للكنيسة هذا الإيمان يقول الثنين المجمع وجد المخطوط القديم اللي مكتوب عنه وأنه برثينا راح هي اللي راح تولد وكذا لكن الذي اللي مكتوب فيه يعني عنه بينما الكنيسة اكتشفت اللؤلؤ الكثيرة الثمن التي كانت مختبئة في هذه المخطوطة يعني هني تعرفوا عليه أنه راح يكون فيه شخص بهذا الشكل لكن مين اللي استفاد مين اللي أكل هذا السمر الكنيسة الكنيسة هذه اللؤلؤ هذه جوهر الكنيسة اللي اكتشفتها يقول أيضا المجمع المجمع لبس الصوف المطلة أو المطلي يعني بينما الكنيسة ارتدت الرداء الملوكي اللي صار كل الإنسان كل الإنسان مسيحي اليوم راح يكون ابن الملك بالتالي راح يكون الملك مثل ما كان سيده المسيح ملك أيضا اليهودية يقول ولدت المسيح بينما المسكون قبيلته مثل ما يقول يوحنى في بيت الإنجيل ويقول إلى خصته جاء وخصته لم تقبله أيضا يقول المجمع غذاه بالنبوآت صار يجمع النبوآت عنه حتى ينتظر هذا المسيح المخلص اللي راح يكون ولكن الكنيسة استفادت من هذا يعني هو غذا هذا الفكر لكن مين اللي ما أثمر هذا الفكر ما أثمرت العذراء من اللي يغذى وتغذى على هذا الفكر المسيحية أو الكنيسة أيضا هذه العبارات كلها جميلة مشان هيك أنا أريد أقول لك إياها المجمع قطف العنب والأمم شربوا الشراب السري المجمع بذر بذرة القمح في اليهودية والأمم حصدوا السنابل بمنجل الإيمان العصفور طار بينما الأغبياء يجلسون ويحرسون العش كل هذه الكلمات يقولها يحنف من الثهب بعدين يتساءل بتساؤل بسيط جدا وهذا التساؤل طبعا يمكن فيه نوع من التأمل أكثر مما هو أكثر مما هو يعني يريد يقول يريد يقول يعني يعلن حقائق معينة ممكن تكون بكتاباته ويتأمل فيها لكن الإنسان هو اللي يستشف منها فائدة هذا الإيمان يعني يقول يقول للقارئ يقول أخبرني أيها اليهودي وقل لي بعد ما يقول له كل هذه العبارات اللي ذكرناها من ولدت العذراء أظهر شجاعتك مثلما أظهرت شجاعتك عندما اشتكيت على مسيح أمام هيرودس كان الشعب كثير قوي بالعكس في بعض الأحيان حاجة جوه حتى حتى احنا ما بدنا تطلع هذا حتى لو كان في بعضنا ما أجد علا بيراطوس يقول قالوا لا احنا ما بقريد وريد تسلبه ليس لديك شجاعة وتعرف كلنا يقول وأنا أعرف لماذا ليس لديك هذه الشجاعة بسبب مكيدتك ودسيستك وكلنا نعرف أن المسيح إجاء ينقذ هالممالك الأرضية وهالمفهوم المملكة الأرضية وهذا الفريسي والكاتب والكاتب وغيرهم هذول المؤتمنين هذول أصلا أنهم عايشين عايشين على عايشين على هالبهرج اللي هما عايشين فيها يعني المسيح ما قالوا لمعلم الصالح هذه العبارة كانت كانت تتداول مع اليهود للمعلمين تبعا لهذا المسيح قالهم ليش تتعوني صالحا المسيح هو صالح ليس صالحا إلا الله لكنهم عم يشوفون معلم صحيح وهم باقي المعلمين عم يسمون نفسهم صلحاء أمام المسيح أو مع المسيح فلذلك إذن من ولدت هو يقول ولدته كما أراد هو أن يولد هو يقول بعدما يقلم أعلنوا أنتم بشجاعة مثل ما وقفت أمام هيرودس وهالتساؤلات تبعوا لكن هو يقول حتى يفهمم بها المعنى يقول ولدته كما أراد هو أن يولد كما أراد هو أن يولد مثلا يقول في الطبيعة لا توجد مثل هذه الإمكانية للميلاد العجيب ولكن كسيد الطبيعة ابتكر أسلوب ميلاد عجيب لكي يظهر أن ذاك الذي ولد لم يولد كما يولد الإنسان بل ولد كما يليق بالله يعني في عمق يقول أيضا اليوم ولد من العذراء والتي هزمت الطبيعة وتجاوزت قانون الزواج طبعا هو قاله تأمل كثير حلو بهذا الصدد أنا أفضل أخرى حتى يسمعوا المشاهد لأنه كان يجب أن يأتي ملك البر بطريقة ميلاد طاهرة ومقدسة لأنه هو الذي من البدء خلق آدم من أرض عذراء ومن آدم أيضا خلق إمرأة دون أن تكون هناك إمرأة لا يوجد إمرأة حتى نحن نعرف أي ولادة لازم يكون في رجل وإمرأة تماما مثل ما حصل آدم على زوجة دون أن تكون هناك زوجة هكذا اليوم العذراء ولدت رجلا بدون رجل ولأن الجنس النساء مدين بوجوده للرجل فالمرأة خلقت من آدم دون أن تتوسط إمرأة هكذا اليوم ولدت العذراء دون أن يتوسط رجل مسددة للرجل دين حواء يعني المفهوم الكلام كثير مفهوم يعني مثل ما آدم أخذ من حواء مثل ما آدم أخذ من الأرض أرض عذراء سماها بتأمله أيضا سمى أنه عذراء المرأة أخذت من آدم بدون وجود إمرأة وهذا يأكده هو بعدين يقول لأنه كما أخرج الله المرأة من جنب آدم دون أن يقلل أبدا من قيمة آدم طبعا هكذا صنع الهيكل الحي داخل العذراء دون أن يفسد عذراويتها وأيضا لم يعني ما بقى شيء من آدم قلل خلينا نقول نقص من آدم شيء يعني لقد بقى آدم صحيحا بعد أن أخذ ظلعا من جنبه يعني آدم ما صر فيه اختلال بعد ما أخذ ظلع منه يقول وهكذا بقيت العذراء طاهرة وبتول حتى بعد أن ولدت الطفل وإذا نروح أبعد بالفكر يعني إذا بدنا نتقبل أنه المسيح صار في أحشاء العذراء بطريقة عجائبية بدون زرع بشري معناة ما تنثلم البتولية فبدنا نتقبل أيضا بنفس العجوبة أنه ولد أيضا إذا بدنا نقبل أنه حبلت به بدون علاقة رجل ما نقدر نقبل أنه ولد بدون أن يثلم بلد بتولية العذراء أكيد لازم نقبل إذا ما بنقبل هالشي ما فينا نقبل هالشي الثاني فما ممكن إحنا في موقع أو في كلام معين نقبل شيء ربنا يقدر يعمله وننكره في شيء آخر ما ممكن الفكرة الأولى يحتم قبول الفكرة الثانية يعني ما يشاع اليوم عن بتولية العذراء غريب جدا كيف نجيز أن يتجسد الله ولا نقبل بأمر أقل منه بكثير وهو أن يحافظ على بتولية العذراء مريم يعني شون الله هذا الله لكل العالم اللي يفكره أنه يتجسد نقبل فكرة التجسد وما بنقبل بأقل أسهل بشيء أسهل منه أنه ولد ولد وبقت العذراء محافظة على بتولية يعني هذا ما في وجه قياس يعني ما بين شيء سيدنا نتابع بحوارنا ونقاشنا معك بانتظارنا أيضا بعض النقاط لحتى نتحاول فيها معكم أيضا مشاهدينا من أين كنتوا عم ترافقونا ولكن من بعد البريك بعودة من البريك لنتابع معكم الفقرة الأخيرة من طوبة لمن آمنة وصلنا معكم لحتى نواجه المناظر نواجه المشكك بحقيقة واحدة أن أمنا مريم العذراء ولدت يسوع المسيح وبقيت عذراء بالإيمان القويم بالبداية سيدنا يعني رح يجيك المناظر من باب أنه العيد اللي بتحتفل فيه بولادة الإله تبعك رح يجينا يحكينا بهالطريقة عيد وثني أصلاً يعني بمجموعة من التقاليد اللي كانت موجودة حولتها المسيحية لجزء من الاحتفاليات اللي عم بتصير بـ 25-12 بعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح نحن كيف ممكن نرد عليه؟ طبعاً احنا أول شي بيرفضوها يعني بيرفضونا الاحتفال بعيد الميلاد لهذا السبب اللي انت ذكرت انه هو مرتبط بـ بـ أمور وثنية أخرى صحيح يمكن عياد وثنية الحقيقة اليوم المحبة اللي احنا يعني نحملها تجاه ربنا هي اللي بتدفعنا لنحتفل بعيد بعيد الرب يسوع بعيد ميلاد الرب يسوع يعني أولاً الكنيسة أبداً ما حددت يعني الكنيسة ما حددت من الـ 25 هو مولد الرب يسوع المسيحي لا هو معادة الاحتفال بعيد ميلاد الرب يسوع حتى نستذكر هاي الزكرة يعني حتى لو واحد ايجا اليوم الكنيسة بده تعمله بالخريف عادي يعني هو تذكار للحدث العظيم اللي صار قبل ألفين سنة فليش احنا نبقى متمسكين بأرقام وبتواريخ معينة المسيحية أبعد من هيك بكثير وأعمق من هيك بكثير فلهذا يمكن المسيحية أيضاً صورت أن هذا الاحتفال حتى تمحي أي آثار يهودي آثار عفون وثني عملته بـ 25 كانون الثاني والبعض في سبع بشهر أو ستة بشهر فقط بـ 25 بشهر فقط لكي تمحوا الآثار الوثنية ما هي؟ يعني كنيسة أبداً أبداً ما بتقول المسيح ولد بهذا اليوم لا بس لكن تحتفل بالميلاد وطبعاً إحنا من حقنا نحتفل إذا كان الملائكة أما أجو بشر العذراء وبعدين عفوا بشر الرعاة أول ما بشر الرعاة بولادة المخلص يقولوا لهم اليوم فرح عظيم لألكن ويقول ظهرت معهم بغتة ظهرت معهم جموع من السماء تصلي المجد لله في أولى وعلى أرض السلام وفي الناس المسر أو الرجاء الصالح لبشر المسر إذا كان الملائكة هم من اللي قاموا بهال احتفال العظيم احنا المخلصين لا نحتاج نفرح كثير منهم فلازم احنا نفرح بولادة المسيح ونحتفل بهذه العياد إذا كنا نحتفل بعيد يوحن يوحن المعمدان يقول عنه الكتاب يقول كان سبب فرح وابتهاج عظيم لكثير سيكون فرح وابتهاج عظيم لكثير الناس يوحن المعمدان اللي اجى حتى يعد الطريق أمام المخلص فكيف يكون حجم احنا فرحنا وابتهاجنا بولادة المخلصنا اكيد لازم يضاعف اذا ربنا عم يقوله الملاك عم يقوله لزكري انه راح يكون سبب لفرح كثيري من الناس ألا نفرح يعني ما استهل المسيح انه احنا نفرح له فانا قلت احنا ما ما بنركز على اليوم الكنيسة ما بتقول انه بفلان يوم ولد ابدا صار اختلاف حتى على الميلاد بأي يوم ما مهم المهم انه هو الجوهر انه المسيح ولد المخلص ولد لكن حتى قلت انا حتى الكنيسة تحاول توجه شعب الى شيء روحاني هل احتفال هذا اللي كان بعيد الشمس وبعيد امبراطور الالهة ورأس الامبراطور يعني رئيس الامبراطور خلص هذا العيد اعطي اليوم بعد جديد هذا البعد جديد هو المسيح هو الشمس البر المسيح هو مخلص العالم فحتى تخليه باذاك اليوم حتى تمحي المسيحية اي اثر للوثنية والاحتفالات الوثنية اكيد سيدنا ولكن انا نتابع بمحور ثاني ونرجع ايضا نركز على الاساس بحلتنا وهي امنا مريم العزراء وبكلمة اخيرة نتعرف علي اليوم على مكانة وقدسية سيدة مريم العزراء في الكنيسة السريانية الارتوكسية نعم احنا فيه ثلاثة اشياء لازم يكون دائما معنا كما مسيحيين العزراء مريم وكلمة الله الانجيل والقربان المقدس يمكن اذا حطيناها بالتسلسل ونقول كلمة الانجيل القربان المقدس والعزراء مريم هذول الثلاثة لازم يكونوا مع اي مؤمن لازم لازم دائما نحمل هالثلاثة في فكرنا بذهننا اول العزراء مريم مكانتها بالكنيسة هي ام الله ساكتي جدل على هالموضوع بما ان احنا نسلم ان المسيح هو الكلمة المتجسد ان العزراء هي ام الله هذا المفهوم يعني يمكن الكنيسة في القرون الاولى نوه تقول مارغناطيوس انطاكي مريم العذراء عد عدة مرات في رسائله السبع الذي رسله عنده سبع رسائل فقط يؤكد بتوليتها واممتها الالهية فيقول في رسالته الى افسوس واحد هو طبيبنا مولود غير مخلوق جسد وروح اله في انسان حياة حقيقية في الموت مولود من مريم مولود من الله طبعا هو يقصد بالبداية قالت مولود من مريم يقصد انه يؤكد على امميته انه هو اي ام الله وتماما كمان عندما يتكلم على الاسار يقول لم يدرك سلطان هذا العالم اللي هو الشيطان بتولية مريم ولا اممتها ولا موت الرب في ثلاثة اشياء يقول اخفيت عن العالم لم يعرفها احد حتى شيطان ما قدر يعرفها هي بتولية العذراء مريم واممتها لله وموت الرب ولهذا الشيطان كان يعجل بموت المسيح كان يعجل بموت المسيح هو اثار اليهود حتى يقتلوه لكن ما كان يعرف انه بقتل المسيح هو كان ينظر الى المسيح شخص موان انتهى كل شيء وخلاص وراح يصلب ويموت ولهذا يقول وضع الشيطان في قلم يهود حتى يسلمه لو الشيطان يعلم انه المسيح راح يكون هو مخلص العالم وراح يسحق راسه فيما بعد بالعكس رح يبنا على الصلب رح يبنا على الصلب فلهذا كان يحاول ان يسرع بعملية الصلب فمكانت العذراء كبيرة بالكنيسة قلت بهالمقاما كلمة الله كلمة الإنجيل والقربان المقدس اللي لائما احنا لازم نتحت فيه والعذراء مريم اللي هي أم الله طبعا طبعا عذراء مريم أنا أخذ من جانب آخر أيضا هو تأملي وكتير مهم انه هذه الإنسانة هي مثل حقيقي لسكن الله الإنسان اللي فعلا يريد هدفنا شنو هو يقول الرسول بولوس أنتم هياك الله وروح الله حال فيكم المسيح يقول أنا واقف على الباب وأقرأ علي رح يفتح لي رح أتخل وتعشى معه فإذا هو الرب اليوم يطرق باب قلوبنا كلتنا مثل مين لازم نكون حتى يعني نحظى بسكن الله في حياتنا مثل أمنا مريم العزراء مثل أمنا مريم العزراء فإذا هي مثل المثل الأصلح على الأرض لنكون فقنا هي الآباء يسموها السماء الثانية يسموها هي جرة المن اللي تعطي الحياة يسموها أيضا تابوت العهد اللي كان فيه على وحي الشريعة بس هو أدهش حلو المثال اللي ذكرته سيدنا أنه لازم نكون على مثال أمنا مريم العزراء لحتى ناخد هذه الفرصة حتى يسكن الله فينا صحيح سيدنا بدي أتشكرك على هالحوار الجميل دي أتشكرك على الثلاث حلقات اللي ترافقنا فيهم ترافقنا بموضوع الأقانيم الثلاثة وعلى الثالث الأقدس وأيضا تناقشنا بإلهية سيدنا يسوع المسيح واليوم ببتولية من مريم العزراء تودي سيدنا بارخ مور وبتشكرك لهالفرصة اللي أنك قبلت دعوتنا فيها أهلا وسهلا أنا بشكركم وأنا بنتظر دائما أنه هالقناة تزداد بالنعمة والبركة وتكون فعلا هي بشارة سارة ومفرحة لكل الناس سكرا تودي سيدنا نيافة الحبر الجليل لمارياقوب باباوي النائب البطر ياركي لشؤون الرهبان ومدير إكليركية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرض سيدنايا اللي رافقتنا بهالثلاث حلقات وأيضا لكم مشاهدينا الأسبوع القادم أكيد في حلقة جديدة رح نترافق فيها وموضوع جديد ومن هون لوقتها الله معكم اشتركوا في القناة